الانتخابات الرئاسية انتخابات تختلف عن انتخابات الشريعية وحدة المحليات لأن هذه قضية مشروع مجتمع قضية تاع انتخاب رجل لمدة على الأقل خمس سنوات لتسيير شؤون الجزائر هذا لازم يكون نقاش طويل ويكون مناقشة عميقة مع الأطراف السياسية إذا كان هناك تحالف حول الانتخابات الرئاسية ولكن الشيء الأهم اللي لازم أقوله فيما يخص الانتخابات الرئاسية مهما كان الموطر الشهد من المستحيل أن الواحد يفوز وحده بدون أحزاب سياسي لم يكن حزب سياسي لعنده الحل وحده للأزمة الجزائرية وما نظلش بلي رح يكون حزب سياسي وحده لح تكون عنده الأغلبية باش يسير شؤون الجزائر وشؤون البلاد إذن تكتلت السياسية رح تكون رح تكون ولكن اليوم كان بعض الأسمات الدولة على الساحة السياسية كشخصيات ربما إذن أفكالما أنونسي كوندداتور وإلا إذن الانتخابات ربما رح تتقربوا منهم أنا شوف أنا سيبتاش مرحب نجر حتى واحد لا لا أنا تكلمه باش نوطفو الأمور تكون ونحق هذه كلمة ذا المصطلحة الشخصية الوطنية السياسية متوجد لها في الجزائر أنا نعرف كل البلاد العالمي لما واحد يحب يترشح الانتخابات الرئاسية يكون في حزب سياسي لما واحد يحب يدير رضوة تجارة يحلم حل تجاري لما واحد يحب يدير سياسة لازم يكون حزب سياسي ولا يدخل في حزب سياسي لازم نخرج من قضية هذه الشخصية الوطنية اللي رأي فوق الجامع فوق الأحزاب فوق المؤسسات فوق كل شيء ونجيبوها ونحطوها هذه خلاص هذه لابد هذه الناس اللي حبوا يترشحوا الانتخاب لأن انتخابات الرئاسية هذا مشروع هذا مشروع مجتمع هذا مشروع مجتمع ونقاش رح يكون طويل ورح يكون عميق وربما عنيف بين المشروعين بين المشروعين اللي رحين يتناقشوا وتحوروا في الانتخابات إذن لازم الأمور تكون واضحة أنا أقولك بكل صراحة أنا دي الشخصية الوطنية المستقلة على كل أحزب سياسي اللي ما عندها أي ارتباط سياسي مع أي حزب سياسي أقولك بكل صراحة جوني كرواء بسوليمون با بارني شما من خلاص بهذه الشخصيات الوطنية لأن هذه مشروع سياسي لازم يكون واضح بتخدرش تكون خطر ذوك المشكل الكبير اللي يترح يقولك أنا ما ندير سياسة ما ندخش في الأحزاب السياسية ما نحبش نفرق ونقسم بين الشعب الجزائري ولكن لازم نتفهموا على حاجة أساسية في كل ديمقراطية العالم في كل البلدان الديمقراطية في العالم يعني أكبر النتيجة اللي يتحصل عليها رئيس جمهوريا 52-53% تاعة المنتخبين اللي يصوتوا عليه إذن كان في أغلبية الأحيان نصف تاعة المجتمع رأيش يمسوت مع الرئيس المنتخب هذه الديمقراطية ولكن نحن في الجزائر هذه الشخصيات الوطنية حبوا جمع الشمل توقض هذه الفكرة بوزاد كونت ستدي اللي رحي ترشح للرئاسيات اللي رحي يكون في إطار حزبي لابد يكون لابد يكون مناظل سياسي واضح ولكن هم يقولوا إحنا مناظلين من النظال السياسي النظال السياسي ولكن ما هوش مهيكل إنه بس النظال كيفاش تكون أنا جسوية أنا أقولك فرنس ما نتعجب واحد ما عندوش حزب سياسي ما راش مهيكل في حزب سياسي وعندو طموح باش يكون رئيس جمهوريا إذن كان ربما رابما راه ينتظر بعض المساندات المخفية اللي ما نعرفوهاش ربما برسكو الإشكال المطرح هو أن الناس هذو يقولوا في وقت من الأوقات يقولوا بلي ليكون الرئيس هما يعني جهات أنا ولنا لها طرحها المطرح في الساحة السياسية ومطرح في الإعلام الوطني شوف قولت نزيد نعودها ليرغم تاكلين باش يركبوا فشار باش يطرعوا المورد يرغم غلطين هذا الشعب الجزائري هو اللي يكون سيد ولا راح يقرر هذا هو المشكلة اللي يعنم مع هذا الناس اللي ماشي فهمين 2014 كاين طرف واحد اللي راح يقرر يكون رئيس الجمهوري هو الشعب الجزائري الشعب الجزائري هو اللي راح يصوت بطريقة ديمقراطية بصفة ديمقراطية على الرئيس ولا الرئيس اللي راح يشرف على البلد لمدة خمس سنوات هذو اللي يتكلين على مساندة مخفية مع البلش ننجته مذل المعلومات وانا كنا نشيلي على بلبيه وشيلي نعرف من المستحيل من المستحيل في 2014 باش نرجعوا إلى الوراء ماشيين إلى الأمام بصدركم حقيقية يعني موثقة ماشي قضية ماشي قضية هذه قضية هذه قضية مواقف وهذه قضية قضية تعمى صالح استراتيجية للجزائر من المستحيل أن الانتخابات الرئاسية في 2014 من المستحيل أن لا تكون ديمقراطية في هذا الإطار سعمارة بما نتكلم عن الرئاسية في 2014 من جهة أخرى نشوفه باللي كان هناك تحرك وتقارب لتيارات الإسلامية في الجزائر وشوفنا مؤخرا لقاء كبير هنا في الجزائر بين مختلف التيارات الإسلامية داير مع بعض رئيس حزب سياسي من بلد مجاور وهذا يدخل يقال أن هذا التقارب وهذا التكتل الإسلاموي في الجزائر يدخل في إطار 2014 شوف من حق أي حزب سياسي دير تكتل يشته من حق أي حزب سياسي حوس على الحلفاء لساعده هنا الشيء اللي نقوله يحترام قونا الجمهور ويحترام دستو ولكن كان شيء لابد نعود نقوله لأن هذا الشيء خطر وخطر جدا نقول لهذه الناس حذار ثم حذار باش ترجعون إلى التسعينات لأن بدنا نسمع بعض الخطاب وهو خطاب تع عنف سياسي وخطاب تعرجو إلى التسعينات لازم هاتنا نستفهم باللي الشعب الجزائري كرا خلاص سنوات الدم والهم لا يجب أن نرجع لها اللي عنده مشروع سياسي مشروع اقتصادي مشروع اجتماعي مرحبة بالصح استعمال ديننا الإسلام الحنيف إلى أغراض سياسية شكتوا يقول كلام هذا سياسي خرجنا منها سمعنا سمعنا وشفنا رئيس حزب سياسي سمعنا رؤساء حزب سياسية اللي رهي ولات إلى المصطلحات تسعينات ولات إلى خطب العنيف تسعينات اللي نظن باللي نخرجنا منه لأن الشعب الجزائري عيام من هذا الكلام عيام من هذا العنف وحتى العنف اللفظي الشيء المطلوب لنا هو التدعيم الاستقرار تعد جزائر تدعيم مسيرة الجزائر نحو أكثر ديمقراطية في الجزائر وأكثر حرية للشعب الجزائري في الجزائر العودة إلى السنوات التسعينات نظن باللي الشعب الجزائري سيرفض ويرفض الانتخابات المحلية والانتخابات الشعية وان هذا التيار السياسي رفض الشعب الجزائري إذن لا يجب هذا التيار السياسي بعد الهزيمة الانتخابات الشرعية والانتخابات المحلية يمشي إلى أكثر تطرف لأن التطرف سيفكرنا في اليامات العشرين وفي هذه النقطة بدأت استضفت هنا سي مقري بعدما تحصل على رئاسة حركة المجتمع السيم يقول أن التيار الإسلامي لمثله كحركة المجتمع السيم وإلا كتكتر اللي يسمى بتكتر الجزائي الخضراء يقول القوة السياسية الأولى في حالة إذا ما كانت هناك انتخابات نازية مكاش يبادو الطرفي كما يقول هو رح يكون القوة السياسية الأولى اللي رح تفوز بانتخابات الرئاسيات برئاسية 2014 اللي كان قبله قال نفس الشيء وقال كان في المعارضة بكري نوع اللي كان قبله اللي كان يترأس هذه الحركة قبل نفس الشيء قبل الانتخابات الشريعية وقبل الانتخابات المحلية هذه قضية الأول والثاني والثالث خير الشعب الجزائري اللي يفصل فيها إذن هذي الناس ذو إذا على بلوم بلير رغم القوة الأولى في الجزائر وعلى بلوم بلير رحين يفوزوا بالانتخابات الرئاسية اللي رح جاء في 2014 نقلهم وعلى رغم زربين ما لا شوية هدوء وعلى رغم طربين بتفعيل المادة 88 ومسب الاستقرار للجزائر ينتظروا والشعب الجزائري رح يصوت لكن لازم كل ناس تفهم ابتداء بداية مني وبدأ كل الأحزاب السياسية بالليل لابد احترام قرار تعالشعب في 2014 والشعب الجزائري هو الواحد نعم والسيد اللي رح يقرر على المصير التاعه إذن هذا الناس هذين يقولون ما تخلقوش يسنوه 2014 وانا أقل من عشرة أشهر من 2014 ويتقدموا أمام الشعب الجزائري ونشوفوا كيفاش رح يصوت الشعب الجزائري وهذا الناس في الحقيقة لما نرجعوا إلى بداية الحوار تاعنا اللي طلبوا بتفعيل المادة 88 لأن على بالهم الناس هذين وكلهم بدون استثناء على بالهم لو الرئيس بودفيل قزيدي ترشح في 2014 على بالهم باللي الشعب الجزائري رح يصوت عليه بأغلبية صحيح وأنتم أسعمارة ما تخشوش ما تخافوش ولا ما تخشوش باللي هذه التيارات السياسية والحزاب السياسية اللي هيكم عندها زعماء معروفين يتحدوا يكونوا يعني قطب صحيح قوي وراح يكون نادفيرسر كمان بوتونسيل لتسمون التيار الوطني الديمقراطي شوف أولا الخوف مربس بحال بطبيعة الحال بطبيعة الحال ولكن بش نخوف الإطار السياسي تعالى ثانيا هذه النس هذه هذه النس التيار هذه النس هذه أنا شخصيا ما خفتهم وليس لما رفضوا سلاح إذن ما رحمش يخوفوني بالخطاب السياسي أنا مناضل سياسي أنا مناضل سياسي أنا عندي مشروع سياسي عندي أفكار سياسية أراني ندفع مع الإخوة والأخوات اللي رأهم في الحزب بش ننشر هذه الأفكار السياسية في الجزائر بش برب إن شاء الله بفضل الشعب الجزائري نوصلوا إلى السلطة بفضل الشعب الجزائري بش نكرسوا وش نجسدوا ميدانين هذا المشروع تعالى أما فيما يخص الفصل بين المشروعين الكلمة ترجع إلى الشعب الجزائري والذي رح يفصل بكل ديمقراطي أنا ما عندي أي مشكل مع أي مسؤول سياسي في الجزائري وتقبلوا التناظروا معاه هل يتعلمون بلتكما هل يتعلمون هل يتعلمون مستعدين رح نوصلوا لنقاش والحوار سيا مرة بلنوس ولكن بعد الفصل أيها السيدة والسيدات ابقوا معنا سنعود بعد الفصل تعاني اضطرابات النفسية عقة حرمت كالحرية ظللت الطريقة وتحس بالوحدة لا تتردد واتصل بنا دائما لتجد راحتك عندنا واقتبس من طاقمنا النور والحلول لمشاكلكم الزوجية والاجتماعية اتصل الآن على 3802 أو على 3801 أو اتصل على 3800 موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكم وجدداً نواصل الحوار مع سيد عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية سيدي أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى شكراً شكراً سيد عمارة يعني بكل صراحة الناس بزر تكلموا عن الحركة الشعبية كحزب ربما يقال أنه حزب يميني سيتان بارتي دروات مرة يقولوا حزب سوصل ديموكراتي أنتوت فرانشيز إلى أي عائلة سياسية بمستعني بأنترم دروات سنتر جوش تنتمي الحركة الشعبية شوف المسكين في الجزائر ما نقدره شنبقوا في نفس التصنيف السياسي كما رأي بريطانيا ولا فرنسا ولا ولاية المتحدة للأمريكية لعداء تقاليد سياسية ياسار يامين بروغريسيست كونسيرفاتور ليبيرال ديموكرات نظر نبليل الشيء الأهم بالنسبة لنا حاليا في الجزائر الشيء الأهم هو أن نركزه على الإطار السياسي أنا حزب ديموكراتي ووطني وحزب ديموكراتي ووطني ولكن فيما يخص الاقتصاد نعمل باقتصاد السوق نحن لسنا حزب اشتراكي ولكن سيعمارة هذا يبقى كلام كبير وشاسع نمبرتوكي يقول أننا جميرو بانديك من الابيهة لأن الأمور الاقتصادية وحتى الاجتماعي ليس واضحة 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 لأن في البلدان الممارسة الديمقراطية معروفة يعني يرا هي مكرسة ومقدسة بين أحزاب ياسارية أحزاب يمينية وأن المسائل الأساسية المسائل الاقتصادية واجتماعية سفون لوبجي ديكونتاسان بين الأحزاب السياسية شوف سيب بالتاشرة تتكلم عن بلدان اللي رهي ديموكراتي ولكننا نمبرت ديموكراتي نحن في الجزائر نبنيه في الديموكراتي نحن نبنيه في الديموكراتي وليس واضحة واضحة لكي تتكلم عن الأساسية المسائل الاقتصادية والاجتماعية مثلا نقول لنا معاقتصاد السوق مثلا نقول لنا بالنسبة لنا في المشروع الاقتصادي بالنسبة للحركات الشعبية الجزائرية المؤسسة الاقتصادية من الخاصة ومن القطاع الخاص ومن القطاع الأم هي قلب المشروع فيما يخص المشروع الاقتصادي في الحركات الشعبية الجزائرية نحن لا نؤمن بالاشتراكية في التشيير الاقتصادي نحن ضد بقوة كل الناس اللي رأي طالب مثلا عودت إلى أسواق الفلاح عودت إلى الثورة الزراعية يعني الكوارث هذه لدات الاقتصاد الجزائري لما شفنا في 1986 لما سعر النفط انخفضت شفنا الأزمة اللي ادخلنا فيها الأزمة الاقتصاد لكن ماوش مبدأ اشتراكي الكيروميونكوز هو مبدأ عدم سوء التسير اليوم نشوفوا مثلا في المحلات تجارية يعني الخاصة وحتى العمومية نشوفوا باللي اشتراكي ولا نمط الليبرالي أنا في وقت سابق كنت اقتصادي في وقت سابق درت شوية دراسة في الاقتصاد من المستحيل من المستحيل هذا معرف اقتصادي بناء سوق اقتصادي بقطاع عام مهيما مستحيل في كل البلدان العالمية بدون استثناء وحتى الصين حاليا ماكاشي اقتصاد في العالم التي طاوة والقطاع العام مهيما ماكاش منها في الولايات المتحدة الامريكية في اليابان في ايطاليا في فرنسا في اسبانيا حتى في الصين حتى ولو حاليا في فيتنام وفي البرازيل وفي المكسيك وفي الارجنتين كل البلدان اللي متطورها اقتصادين ماكاشي قطاع عام مهيما لا ما تكلموش عن القطاع العام ولكن وجود قطاع عام قوي ريجولاتور وانش ن ocurreι قطاع عام قاوي في هذه البلدان التي سميتها كامل. قطاع عام واحد قاوي. ماذا قطاع عام قاوي في الاتحاد والمتحدة الأمريكية؟ لا لديهم قطاع عام خلاص. في فرنسا لديها بعض المؤسسات الاقتصادية. زوجة ثلاثة. وين لا يملك الدولة 100%؟ وين الدولة الفرنسية لديها أسهم في هذه الشركات؟ في اليابان لا يوجد القطاع العام. في ألمانيا لا يوجد القطاع العام. في كندا في بريطانيا. هل يجب أن تقوم بخير؟ لا. الشيء الذي نقوله هو الاقتصاد الواحد في العالم الذي نجح هو اقتصاد السوق. لازم نحن كجزائر نتجه بقوة نحو اقتصاد السوق. ولكن ورثنا اقتصاد عمومي مهيما. والاقتصاد هذا لا نقدره من عشية نضوحها. نبيعه قاعد سكتور هذا ونغلقه. لا. كين لابد تكون مرحلة انتقالية باش نوصله في النهاية في نهاية المطاف إلى اقتصاد السوق. والاقتصاد السوق هو القطاع الخاص اللي تكون عنده المسؤولية أكثر في الاقتصاد الوطني. ما كاش من هالقطاع العام ليكون وحده على مستوى الوطني. وكين بعض القطاعات اللي لابد نبدو منها مثلا القطاعات للسيرفيس. لازم الدولة الجزائرية تدريجيا تخرج بصفة نهائية من هذا القطاع. مثلا تعتبرون من أمصار خوصصة الفنادق العمومية. أنا مثلا بالنسبة لي لابد خوصص الفنادق. نحن نظر بلي ربما من البلدان القليلة في العالمون عندنا فنادق عمومية. كل البلدان العالمية. أنا بالنسبة لي هذا موقف على الحركة الشعبية. ما نقذرش نبني سياسة سياحية بموظفين السياسة سياحية تبنى بقطاع الخاص. رئيسة حزب نسميها مباشرة سيدة لويزة. نحن نقول العكس تقول aujourd'hui أنه لأخصص الفنادق العمومية أدت إلى الفشل. نعم الابد يجب أن تعالش لتحقق بطريقة مختلفة مثلاً الماركي المتالبات في الحاجة الديمقراطية سهلة هي تقول وشابه خير عند المواقف التي في ميدان الاقتصادية ولكن تتصور دوك شاب جزائري شاب جزائري في المدن تاعنا تتصور تتقول وترجع السوق الفلاح أخينا وياك لدينا تقريبا نفس السنة تدخلوا نتلقى الورانج هذه المستفاة ولكن النمط تسيير لا ولكن لا ولكن هذا العهد ماذا يحدث العالم تغير العالم كامل تغير لابد أن الجزائر تغير لا نستطيع أن نكون هذا هو ما هو ما هو برلين لا يوجد الورسس لا يوجد الاتحاد السوفيتي لا 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 الورسس لا 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 الورسس لا أدرك الورسس لا يسمى الورسس لا يمكننا أن نكون نعود دائما إلى قضية الأسواق الفلاح والثورة الزراعية من هذا الشيء هذه هذه السياسة جربناها وفشلنا فيها نحن نقول في الحركة الشعبية على الأقل نجرب سياسة وعد أخرى ربما ربما ما رأيش حنقول بليه وكيف أشتفسر سيعمارة أنه مثلا حزب الثلان إلى الديمارشي إلي أدمي للأممية الاشتراكية سؤال يطرح لا ولكن يطرح على العمي العام على جبات التحرير الوطني لا يطرحش لي لا لا تقدروا تقيموا ربما تقولوا بليه الاشتراكية هذا السكر الاشتراكي زال تفضل تفهموا بليه لما تكلموا على الاشتراكية تاعة فرنسا ما يشي اشتراكية تاعة اسواق الفلاح لما تشوفها حاليا الرئيس الفرنسي يخيرها رئيس اشتراكي نعم سيتطبق نفس السياسة نيكولاس ساركوزي لأنهما اقتصادات متطورة خرجوا من قضية هذه تعالى النسوناليزاسون والبريفاتيزاسون فاتوها هما كل شيء مدنى سيتم بروبلم دو كروسانس ايكوناميك هذه هو المشكلة التعام كيفية تتفعل هذه قضية النمو الاقتصادي ولكن السياسة المطبقة والمنتهجة في كل هذه البلدان اشتراكية ولا رأس مالية هي سياسة اقتصاد السوق ما كاش هذه قضية نظن بكل صراحة البلد الوحيدة في العالم ونعنى هذا النقاش انت تتصور ذلك تمشي الى اي بلد في العالم تقول له يعني الدولة راح تكون عندها لنرجع الى اسواق الفلاة هذه مستحيل هذه مستحيل في اي بلد في العالم اذا معروف الفكر الاقتصادي هو الفكر الليبرالي تبنى افكار ليبرالية يعني محظة بكل شوف هذه قضية ليبرالية محظة ليبرالية متوحشة هذه خلاص جوزة الزمن شوف يقول لك ما هو الفرق حاليا بين السوسياليزم الليبرالي والليبراليزم كل الأحزاب السياسية في العالم راية تقريبا دون زمام موشوار دو بوشو ما خوص المجال الاقتصادي لان الشي اللي هم البلاد ماشي التوجهة الاقتصادي يانا جعل الاقتصادية سوكي كون سيليفكاسيتي كونوميك وشنية السياسة الاقتصادية اللي تسمحن احنا بمثال كالجزائر باش نخرجو من التخلوب باش نمشو الى وضع احسن لأخور اسموه البراميليوري لكوديسون في الزالجير هذا الشي اللي مطلوب مننا احنا كسياسيين ماشي مطلوب مننا دي باي ديولوجي كاشتراكي رأس مالينو ولكن الشي اللي ضرب الجزائرين متفقين عليه تماما وفصلوا فيه ربما وفصلوا فيه بالقضية الاشتراكية سيما ارى نقول له المحور السياسي مالغرينو برسكول السياسة راية الدومينا بالاكتواليتي الاكتواليتي الناسونال انتم اليوم كحركة شعبية تعتبرون كقوة سياسية ثالثة خاصة بعد الانتخابات المحلية السابقة هل أنتم تعتقدوا كيف أعتقدوا تروزين فورس بوليتيك حيث من الأترة المحلية هل تعتقدوا كيف تفعل هذه فورس بوليتك ستتلترنص بين الحزب الكلاسيكي المعروفة في الجزائر؟ هل ترى قضية المرتبة في السياسة لا تعتقد أن هذه شيئاً الدافكات. ربما كان القوى الثالثة في الانتخابات المحلية. ربما الانتخابات هذه الانتخابات نجد القوى الرابعة أو الخامسة. ربما كان القوى الثانية والالقوى الأولى. هذا الديناميكي. ذلك اللي مطلب مني. يجلس من الثالث للثاني والأول. هذا ما مطلب مني. كاننا في المرتبة الثانية نسمع لبوديوم. لما أنقضوا ولا يحبط عليكم. لأننا ستجد هزيمة سياسية. ولكن هذا الانتظر نشوف وشوف قوة الأحزاب السياسية تظهر إلا في الانتخابات لما نشوف إلى المرحلة الانتخابية البقبلة ثم نشوف وش هي حقيقة المرتبة لتحصل عليها لحركة الشعبية الجزيرة ولكن نظن لحد الآن الشيء اللي درنا مثلا منذ الانتخابات المحلية لحد الآن درنا مثلا ثلث تجمعات مع المنتخبين على الحركة الشعبية في الغرب في الشرق وفي الوسط جمعنا تقريبا أكثر من ألف وخمسمائة منتخب لم ترى حد الآن حزب سياسي في المرتبة الأولى الثانية والأربعة والأخمسة لدار هذه التجمعات السياسية رنم برمجين تجمع سياسي يوم السبت ستة جويلة بقعة الموقار في الجزائر العاصمة نظن بينه نبرا نقول لهذا الناس المؤخصة المحللين السياسيين بلي حقيقة الحركة الشعبية عندها وزن سياسي داخلتها الأحزب السياسية وأمري أنا كأمين عام للحركة الشعبية الجزائرية مشيت باش نجيب مناضل للمسؤول سياسي من أي حزب سياسي ولكن لما مسؤول سياسي من هذه الأحزاب التي ذكرتها يجوا للحركة الشعبية الجزائرية الأبواب بتاعنا مفتوحة نحن بالنسبة لنا الشيلي همنا هو بناء أكبر حزب ممكن من الطيار الديموقراطي الوطني إذا جونا مناضلين من الأحزاب الأخرى من الطيار الديموقراطي الوطني وحتى المسؤولين السياسيين ألف مرحبا هم مناضلين من مجموعة أكبر الأحزاب أخر؟ هم من choosing الملكين والميدالي بأز tradition وausoوا م storing customers لأحزب pegنوه لليتحقب الحركة الشعبية نعم من عدة أحزاب السياسية لليتحقو إلى الحركة الشعبية الجزائرية ولكن لا أدخل للمنوذك تكتب الأحزاب السياسية أعطل إلاد بكل الأحزاب السياسية وكذل جالعة البنوذك أعطل إلا성 سيكون لأحزاب الجزائرية أنا دائما نقول نفس الشيس يحاولوا المشروع المجتمع تحركة الشعبية الجزائرية الناس اللي يجوه يتقدموا للحزب قرعوا الحزب سمعوا الأفكار تحل الحزب سمعوا الخطابات تحل المسؤولين تحل الحزب يظنوا بقناعي للحزب ونقول لهم دائما حتى الناس اللي عندهم نية يجووا للحزب تحل الحزب ألف مرحبا سيعمارة براكم في المرتبة الثالثة كما قلتوا مقبل هل تخلتكم اليوم كقوة سياسية يعني معطبرة في الجزائر هل تخليكم أنكم أي اتفاق أي إبرام ربما أليانس مع الحزب السياسية ستدخلوا بقوة هل تستطيعوا من المنظمة بين هذه الحزب نعم أنا قلتها لكم وقلتها لكم مقبلة وقلتها عدة مرات ما كاش حزب سياسي في الجزائر اللي عنده الحل وحده لابد يكون تحلوفات سياسية لابد تكون مشاورات ومفاوضات مع الأحزاب السياسية مع المسؤولين تعدل الأحزاب السياسية لما يطرح مشكلة عن الانتخابات راح تكون راح يكون إذا قدامنا إذا بقنا في ثلث الإحتمالات كل إحتمال عنا خطة خطة طريق لهذا الإحتمال إذا إذا طرح مثلا مشكلة نقاش حول مترشح ما من التيار الديموقراطي الوطني إذا ثم المؤسسة تجتمع وتأخذ القرار مع الشيء لأنه عندي رؤى عندي رؤية عندي الفكرة التاعية ونضلب الأغلبية السحقة عضاء المجلس الوطني المكتب الوطني راهم يفكرون منذ عدة أشهر لكل هذه القضايا ولكن لما يطرح المشكل المؤسسة التاع الحزب التي تجتمع وهي التي تكون تأخذ القرار فيما يخص إذا كان هناك التكتل أم لا ولكن سعمرة الإمام زوبسيرفاتور التي تكلمت عليهم أنتما التي قلت بالنسبة نوررهم دكوة 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 في الوانبيا يقولوا أنه سعمرة بنيوس إلى كالكبار ديليسي لفامي بوليتيك أوريجينال كان سعمرة بنيوس كمناظر سياسي كشخصية سياسية معروف أو محسوب على التيار الجمهوري تقدمي واليوم تقر بزاف من التيار التي تسمى بالتيار الديمقراطي الوطني هل يمكن أنه بنيوس كالكبار تقر بكوة تقر بكوة تقر بكوة تقر بكوة تقر بكوة تقر بكوة سياسية معروفة نظن باللي في الانتخابات الشريعية وفي الانتخابات المحلية ومتا محلال سياسي تبعت نحساح السياسي في الجزاء حنا الحزب الواحد الذي كان عنده خطاب واضح فيما يخص justement التيار الجمهوري الدموقراطي الوطني حنا كان الحزب كان الخطاب واضح المبادئ واضح فيما يخص مثلا مكافحة الإرهاب فيما يخص مثلا تدعيم المؤسسات تعدولة لمكافحة الإرهاب فيما يخص الدعم لباتريوت لقارد كومينو لجيال دي لليد دي كان الخطاب واضح إذن نحن نظن باللي ربما ونتأسف باللي بقينا ربما الحزب الواحد الذي عنده هذا الخطاب السياسي الجمهوري نظن باللي السؤال يطرح على الأحزاب اللي كانت تسمى بالأحزاب الجمهورية والديمقراطية اللي غاب تماما هذا الخطاب من المسؤولين التحاون ترك تعرفهم مليع ويتباعهم ما كانش لو كانتشوف هذا الأحزاب ما نذكرش الأحزاب السياسية اللي كان عندها خطاب سياسي واضح فيما يخص الإطار الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية ولينا ما نسمحهم مش خلاص هذا هذا يخليكم ربما تأخذوا قرارات شخصية لا هذه قصة قديمة بزافة قصة قديمة بزافة لأننا نظرك في الحركة الشعبية الجزائرية عندنا حزب سياسي لأننا تكونوا فيه وتنشطوا فيه ما زال ما تكملنا شبين على الحزب عندنا بربما إن شاء الله ربما يكون نقاش حول الدستور نحضره رحنا لنقاش حول تعديل الدستور وفي 2014 يعني عقل من سناعة تكون انتخابات سياسية رئاسية رئاسية سمح لي رئاسية ولابد أن الحزب يكون يعني يواجد ركم تقوي والحزب ركم تقوي وركم تلعب نعم لأننا حضروا نفسنا لانتخابات رئاسية 2014 الساعة مرة تكلمنا عن الرئاسيات تكلمنا عن مرض الرئيس وتكلمنا عن التحالفات السياسية بالحزاب ولكن كان فكرة واحدة أخرى اللي يرى اليوم تناولها الصحاف الوطني هو ظاهرة الفساد هل تظنوا ريالما بالحزب وظاهرة الفساد تقوم بحزن في البلد وفي أي حزن اليوم وصلنا لهذا النقطة شوف كان بعض المسائل يجب أن نقولها في هذه تبور هذه قضية الفساد كل البلدان العالمية عندها قضية الفساد وتعرفها في كل بلدان الديمقراطية وغيرا الديمقراطية حنا في الجزائر طرح تعدة ملفات في السنوات الأخيرة فيما يخص قضية الفساد نحن نقوله حاجتين في هذه الميدان الحاجة الليولى هو أن لابد العدلة هي اللي تفصل وشكون لما تهم وشكون ما تهم نعم ماشي سيباع على برس ماشي للصحافة والأحزاب السياسية اللي راح تحكم ولكن الصحافة تلقى الأفكار والآراء لا لا شفنا لا شفنا في بعض الأحيان شفنا في بعض الأحيان بعض الانزلاقات الخاترة نحن لازم نقوله الأخر الحاجة الثانية اللي كله يخلص لابد اللي دار حاجة لابد يخلص وهذه حتى رئيس عبد العزيز بود في القاق قالها في الرسالة اللي وجهها العور قال لون باللي ما كان حتى جزائري اللي راح فوق العدلة ولكن لابد نخلو العدلة تعمل ما لازمش نحن نحكم مسبقا على بعض الأشخاص ولا بعض الشخصيات لما نشوف الأسامية تعمل دول مرش ندفع لها مرش نقول بلعدل الأشخاص رهي بارئة أو لا ولكن العدلة هي اللي تقول شكون البارئ وشكون المتهم ما شي الصحفة ولكن كامرة كيلورس كوناريفا إلى مستوى ماش صحفة لتكلمت عن الموضوع ولكن القضاء تكلم عن الموضوع مثلا الفسد في شركة سونتراك سوناريفا سوستاد بلعدل الأشخاص ويجب أن يجب أن يكون بروسي، ويكونوا أجزمبلار في هذا الميدان. سي عمارة، أنتو ما رأكم تشاركوا في الحكومة. لأنني لو كان طلبوا منكم كرئيس حزب. وزادوا لأكسترير سي عمارة بن نوس رئيس حركة شعبية الجزائرية. كيفاش يقييم حكومة سلال؟ تقول ليش في الأكسترير. قلت لك أنا شو بان دمي پنسونال. لا، ولكن اليوم بوزا تنبتين أن تنقل رئيس حركة شعبية. نطلبوا منكم تقييم الحكومة. هنا قلناها من المساندة تعنى مطلقة إلى الحكومة. والتضمن تعنى مطلق مع الحكومة. نطلبوا بما جاء حكومة عبد الملك سلال اللي احنا مشاركين فيها. نطلبوا كل جزائريين لاحظوا بالثقة بدأت ترجع بين المواطن والحكومة. وثانية هذه قضية تتعلخر الأولوية اللي أعطيناها إلى تحسين المحيط المعيشي للشعب الجزائري. وبعض التسهيلات لدخلات هذه الحكومة تحسين الملك سلال. نطلبوا اللي بدأت تعطي بعض النتائج التعام. وذلك هل تستثفى؟ لا يستثفى 100%. لا يستثفى. لا يستثفى 100%. تقولون للشعب كشريك داخل الحكومة. كأمبيا تقولون لا يستفكر معكم. حتى رئيس بوتفلقة لا يستثمر شراضي 100% بلداء الحكومة. حتى السعب الملك سلال لا يستثمر. لا يستثمر. لا يستثمر. 100% لا يستثمر. بالمكسبع. ما меньше من هذا الملك سلال؟ هذا يستمر؟ هم يستمرون بشرة؟ لذلك تستمرون بشرة نحن الزبطة في المنطقة نحن نستمر نقام بشرة كما تريدون الوطولة بحقًا يحصلنا بشرة لدينا نقام بشرة لنقام بشرة اقتصادية اللي نضنب اللي احنا لو كان نمشي بيكون عنا مشروع اقتصادي واضح في اقل من بعض سنوات تكون عنا نتائج كبيرة فيما يخص الاقتصاد الوطني في الجزائر انتم ارىكم راضيين على القطاع اللي ارىكم تتسيروه سيعمارا؟ عشو تربيا حق تعرف قطاعات حساسة قطاعات التمس المعيشة اليومية لكل جزائريين تهيئة الاقليم قضية استراتيجية في الجزائر الموحيط والبيئة راك تعرف شي اللي راه دار بنا والمدينة عندنا مشاريع كبيرة ولكن ربما باش نغلقو هذا المحوار بالدات يعني نغلقوه نغلقوه نحسين كنت كلمو مع الانفيرونمان والبيئة والاقليم والتهيئة ننبنس ديلكتما وفامو البرجيت تاعد دونيا بارك اسك اليوم سيعمارا بنيو سراو متفائل عن هذا المشروع الضخم مهم جدا للجزائريين راح ذريت أبرمو يكون مستوى الطموحات تاعد جزائريين ونتخلصوا على الكلام اللي قالوا حتى اليوم أولا نشيذور كالل بارك هذا عنده شهر من يتفتح الحديقة العمومية الجزائرية اللي راح يعقبو نهاية الأسبوع لذلك ما معكاش كل المرافق لأنه فضلتنا نفتحه قبل الصف لأنه لو ننتظره سمعت بعد الانتقادات يقولك دي بوتي زارب زارب لازم لهم عشر سنوات خمسة عشر سنوات لم يحل كل شيء كبير ولم نرغمو ينتقل بوتي زارب نفسر بوتي زارب نفسر ولكن هذا نسيذور هذا ينفع بهذا الناس كان المشروع المعماري ليس ما عبره هو سير مع الشركة الإماراتية ونحن فصلنا هذا المشروع مع المشروع الحديقة العمومية ليس ما عبره أنتم تبقوا في إطار الحديقة لا المشروع المعماري راح ماشي مع الشركة الإماراتية لما نضمن على بعض الأسابيع لما تحل المشاكل تاعة ينطلق أيضاً المشروع المعمري لحديقة الرياح الكبرى كيف سيكون مستخدمي؟ نحن بحديث مجال 8 سنوات هل ستحقق المشروع المعمري؟ إذا كان ينطلق المشروع المعمري 8 سنوات بربع إن شاء الله سنستلم حديقة الرياح الكبرى نعم سيعمارة في وقت من الأوقات كنتم وزير ولكن كنتم وزير في حكومات مختلفة كنتم وزير في حكومة باب بيتور كنتم وزير في حكومة سيد بن فليس واليوم رأكم وزير في حكومة ثلاث كال الفرق بين هذه الحكومات الثلاث؟ هل سيعمارة بن سيلا إلى ميري في حكومة جيسيون بوليتيكما؟ وفرق بينها؟ لقد تكلمنا في هذا الموضوع بالضبط نعم، وش نفس الشي الدخول إلى الحكومة للمرة الأولى في التسعة وتسعين الحكومة الأولى تأسي عبد العزيز بوت في الإقام على سيعمارة بن بيتور الحكومة الثانية مع سيعمارة بن فليس وتقريباً أحداشين سنة بعد حكومة سيعمارة بن سيدان العبد يتخير شوية، يتطور شوية وحكشف شبنة شوية ولكن كالفرق بين كل المراحل اللي عرفتوها في التجربة تختلف لما تدخل لأول مرة الحكومة ولما تدخل للمرة الثالثة في الحكومة ما عندكش نفس المشاكل للمرة الأولى تدخل للمرة الحكومة